خلينا أبدأ مع مصطفى أقول لي برضو تاريخ كابفردي يا محمد فيه اللي بنقابلها الأول مرة كابفردي تأهلوا ليه كاسموة الأفريقية دي مرة الرابعة تأهلوا أول مرة في تاريخهم كانت سنة 2013 وقدروا أنهم يتخطوا دور المجموعات وخرجوا من دور الثمانية وقتها كاسموة الأفريقية كانت بتقام بأربع مجموعات 16 فرقة وبعد كده تأهلوا سنة 2015 ولكن خرجوا من دور المجموعات وبعد كده غابوا فترة من البطولات يعني غابوا 17 غابوا 19 رجوا مرة تانية 21 لهيه أقيمت في يناير 22 في الكاميرون وفي البطولة دي تخطوا دور المجموعات أو مرة كانت بتقام أو تاني مرة كانت بتقام من زمان 24 منتخب تخطوا دور المجموعات وخرجوا أمام السنغال اللي هو حمل اللقب فيه النهاية في دور 16 ودي المشاركة الرابعة عليهم في التاريخ بيقودهم المدرب بوباستا وهو مدرب من الرأس الأخضر كانوا مسيريتهم بلد في 2013 يا كابتن هم منتخب ملوش تاريخ ولكن بداية من 2013 أو من قبل 2013 بدأوا يدوروا على اللعيبة من الرأس الأخضر أو من كاففردي اللي موجودين في أوروبا وبدأوا يستقطبوهم للعب باسم المنتخب لأنه عندهم شكورة الدنيا كانت يعني خلال انت بتبدأ من الصفر تماما في كاففردي فبدأوا يجيبوا اللعيبة للجوم اللي موجودين في أوروبا وبدأوا يعملوا معهم أساس لمنتخب كاففردي وسطه سنة 2014 إنهم يكونوا المركز السبعة وعشرين عالميا ده أحسن مركز ديهم في التاريخ دلوقتي تراجعوا بشكل كبير ولكن أظن أنهم مع الأداء اللي بيقدموه ده هيرجعوا مرة تانية يخشوا على الأقل في الطب يعني خمسين منتخب أو أربعين منتخب حول مساء العالم بالنسبة لهم أنهم يتأهلوا في الصدارة من قبل الجولة الأخيرة في مجموعة بتضم منتخبين يحمل اللقب حداشر كأس منتخب مصري سبع ألقاب ومنتخب غانا أربع ألقاب حداشر كأس موجودة في المجموعة دي منتخب كاففردي أربع كاميرو نهاية الخمسة هم نتكلم في حداشر لقب موجودين في المجموعة دي وكاففردي بتتأهل كمتصدر لمجموعة بعد جولتين يعني مطش بالنسبة لهم تحصيل حاصل أصد مصر بيلعبوها كده للشهرة عشان يعني يجرب بعض اللعبين الآخرين هم الحقيقة منتخب متميز جدا عنده عضب من اللعيبة المميزين وهنشوف من خلال دلوقتي الآطات التحلية قوة عناصر قوة منتخب الرأس الأخير نقاط القوة والضعف في كاففردي نقاط القوة تحديدا في كمية المحترفين طبعا أنا بكمل بس على كلام محمد أنه هي بلد استقلت سنة 75 فكان معظم عناصرها بتلعب يا في البرتغال يا في البرازيل اللعبة اللي كانت أصلها كده كانت محتلة بين الإقليمين يعني فبدأت فعلا تشكل المنتخب في بداية الألفية الجديدة في لعبة بتلعب من دلوقتي من أول لما تأسس منتخب الرأس الأخضر في هويته الجديدة زي فوزينيا وزي استوبيرا لعبة اللي بدأت سنة 2007 من البداية لستلعب لحد دلوقتي موجودين نقاط القوة والضعف المنتخب بتاع الرأس الأخضر هو طبعا تاني أقوى هجوم في البطولة بعد غينيا الاستوائية هو غينيا الاستوائية بعد السنغال السنغال ست أهداف وهو غينيا الاستوائية خمس أهداف ما عندهمش طريقة واحدة بيكابتن بيهاجمه بيها بيشوته من بعيد وبدخله من العمق وعندهم محطات زي بيبيه بيبيه نفسه مصوب جيد جدا تصوباتهم خطيرة جدا من بعيد سواء بيبيه لعب رايو فيكانو تجاب جونه من 99 يارب أو كيفين فينا برضو لعب خط النص بقيت اللعيبة برضو عندهم فكرة يعني الجبهات الجبهتين نشطين جدا سواء الجناحين منديش وكبرال أو الظاهرين فرنانديز وموريرا في كذا عنصر نشط أنا بتخيل أن فيه ممكن فيه لعيب زي جاني تفاريس لعب الفتح السعودي ما دخلش القائمة في الماتش اللي فات ممكن هو اعتمد عليه مكان بيبيه مثلا لو حابب يريحه لأن الماتش بالنسبة له تحصيل حاصل عنده كذا عنصر تاني ممكن يبتدي يدي له دقيقة أقل خده دقيقة كتيرة زي منتيرو في خط النص وزي دورتي في خط النص ويممكن يبدأ بقى ببرودريجيش أو بسميدو عنصر قدام شايف أنه هو يريح بس هو عايز يكسب مصر هو عايز يكسب مصر ده ممكن يبقى تارجد بالنسبة له بالنسبة للمدارد بوبستا العنيت جدا اللي كورته هجومية جدا اللي ما بيخافش من حاجة وما فيش حاجة يعني سواء أنه هو هيتقل في الصدراء كده كده وفي نفس الوقت أن المنتخب ما بيستنيتش على تاريخ كبير خايف يخسره أو خايف حاجة فده منتخب يقلق جدا جدا يعني الناس اللي كانت بتقول أنه احنا تمنى صعود الراسل أخضر الماتش اللي فات عشان يدخلوا ماتش مصر هديين أو ما عندهمش دوافع الناس دي مخطئة جدا لأنه اللعابة اللي بتلعب احنا كان لو تتذكر الكنغو في تصفات 2018 ما كانتش هتتقل خالص معها نقطة خلتنا كسبينها بضرب الجزاء في آخر ثانية فالفرق الأفريقية بالذات اللعاب لما يبقى مرتاح وبتخاف منه أكتر بالذات ورغم المنتخب الرأسل الأخضر هو واحد من أعلى خمس منتخبات عمرا في البطولة اللي احنا بنتصدر القيمة دي لكن المنتخب ده بيعرف يلعب لحد ديه تسعين بيعرف يلعب يزم بعناصر الأساسية عنده لعبة اللي فوق التلاتين كلها عناصر بدنيا عالية جدا بي بي نفسه بي بي 33 سنة عناصر كلها كبيرة في السن بتكمل لحد الآخر بلو بتقود المنتخب للفز فاحنا مش قدام منتخب سهل بأي درجة احنا قدام منتخب كبير جدا مش منتخب يستهن بيه تاريخيا مش كبير بس احنا قدام منتخب من من أهم الفرق اللي لعبت في البطولة الحد دلوقتي اوفر اول كده المغرب نفسها ما جابتش ستة ناط في أول في أول مارشين هي والسنغال بس اللي جابت ستة ناط في أول مارشين فاعتقد ان المبارالة مش سهلة نهائيا لو في حل فعلا الواحد بيقول عليه للمنتخب يا كابتن هو ان فعلا تبدأ بكل الأسلحة الهجومية تبدأ من حيث انتهيتها في مارش غان يعني ان ترزيجي لعب في خط النص وزيزو لعب مكان صلاح انا بشوف دي من بدري كده لعب الكرة دي وحط الكرة في رجلك ترزيجي لعب في النص زي ما نهن يا مارش غان ترزيجي لعب مكان محمد النيني في نص الملعب وكان مصطفى فتح على الوينج هتشي بس مصطفى فتحي وانا شايف ان احمد سيد زيزو في المتشاط دي مهم جدا 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 يلعب على الوينج انا لو بدأت قدام زيزو مصطفى محمد مرموش وتحتهم ترزيجي وحط بقى حمد فتح النيني مروان عطيها النيني لان هو مش هطلع النيني مش عشان انا عايز النيني هو مش هطلع النيني ويبدأ بالنيني اي اتنين يبدأوا بس يبقى فيه يبقى النيني ومثلا وإمام النيني وإمام وتريزيجي بس يبقى فيه تريزيجي في النص تبدأ فعلا بكل عناصرك اللي هجومها القوية اللي تخليه حتى متبرج اللي هو بيتابع تشكيلتك لكنه تبدأ بالنيني مركز ستة تاني لا أنا عايز مروان مشكلة بلا والله أنا عايز مروان يعني أنا عايز مروان يعني مش هنتكلم في النيني وقيمة النيني بس انت لعب ما بيلعبش في برشلونة هو لعب ما بيلعبش في المقاولين العرب ما بيلعبش هو بيلعبش ما خدش دقيقة آه بيتمره نحسن وجاهز وهو مستوى أعلى من أي حد وما إلى ذلك بس ما بيلعبش ما بيلعبش دي احنا بنتكلمش في بينزل دي دي الكلاقة احنا بنتكلم في تلتمائة دقيقة اخر سبعة تمن شهور ده اللي لعبهم فانت ما تظلموش بانه يضغط ويعمل وكمان ما بتوفر لهش أي حماية كابت يعني فيتوريا في البطولة دي ده كيروش كان النيني رجله في الملعب أكتر وكان بيحميه بطريق حامد لعب ديستروير يقفل المساحات وراه لكن انت دلوقتي سايبه خالص هو اللي بيحاول من المفترض ويعمل اللي ما ودي مش مكريات ما تجريهوش في العشرين والتلاتين متر هو فيتوريا عنده مشكلة في فهم بعض العناصر المصرية بدنيا منها حجازي ومنها النيني حجازي وعبد منعم السنائية دي كانت تنجح من سنتين أول يعني لما لعيب أبد الله بقى كيروش لأن عبد المنعم كان متحفز شوية هو لدلوقتي مع عبد المنعم بيروح للكرة لحد التمنتاشر يزقها ويروح بيها وإحنام بيشوت زي ما شوفنا ماتش موزنبيق فأنت عايز لعيب وراز ياسر إبراهيم يغطي المساحة بس ما بنتكلمش في قيمة حجازي خصائص حجازي حتى وهو في عزه هي ليست القيمة ولكن الخصائص أيوة سنائية ركبة على بعضها كده يعني النين ياسر إبراهيم وعبد المنعم السنائية دي ممكن ياسر إبراهيم بالنسبة لحجازي لا حجازي تاريخيا وقيمة وكل حاجة أعلى من ياسر إبراهيم تاريخيا في تاريخ مصر بكتير ما بيقللش من ياسر بس المقصود أنه ياسر بيكمل حتة بتظهر عبد المنعم بأفضل شكل فخط تفعل قلي يعني النيني في مركز ستة أنت بتحط النيني في فرطة وتحط سنائية القلب في فرطة يحصل لك جنزي لتعموزنبيق ده يحصل لك جنزي لتعموزنبيق التاني ده ولا واحد ضغط حجازي غصب عنه مش قادر فعايز يلحق نفسه بيبيع نفسه فالعيب واحد بلمسة واحدة بيروح على انفراد على الجن رأس رأس زي ما بيتقال فأنا شايف أنه كانت العناصر بس إحنا محتاجين ترزيجي مرموش مصطفى وزيزو في الملعب ومعهم طبعا إمام يعني شايف أن العناصر الهجومية تبدأ بدري يعني دي من المباريات اللي انت فعلا محتاج هدف بدري وبعدين سير الأمور زي ما انت عايز تسيرها لكن انت محتاج هدف بدري في الماتش ده محتاج السؤال ما تنقلش عندك طول الوقت محتاج ما تستقبلش الضغط لأنه هو كل ما هيتقدم وقت في الماتش 50-60 دقيقة الفريق ده هيبقى خطير جدا جدا سيبقى لعب هادي وانت بتلعب متوتر بقى هو هيجيب يعني عايز يجيب بالنسبة له الجون ده رفاهية فممكن يوصلوا بسهولة إنما احنا بالنسبة لنا الجون ضغط فهنوصلوا بصعوبة طبعا فقدر الإمكان الشرط الأول لازم ننتهيب نتيجة مرضية تخف الضغط علينا تخف ضغط كل حاجة ضغط الملعب وضغط بره الملعب اللي حصل النهار ده بسبب موضوع محمد صلاح طيب برضو اسمع رأيك يا محمد في التشكيل لا أنا مختلف عن مجده خالص لأنه السلاسي بتاع وسط ملعب أنا لازم أبدأ بهم لعيبة لعيبة وسط ملعب مش عايز ترسجي خارص ممكن أحتفظ بترسجي كورقة الشرط التاني زيزو مهم جدا وجوده مكان محمد صلاح ولكن في وسط ملعب أنا محتاج السلاسي ده مراوعنا أعطيه حمدي فتحي وإمام عشور ليه بقى؟ علشان اللقطات اللي احنا هنشوفها دلوقتي احنا هنتكلم في قوة المنتخب الرأس الأخضر أو كافردي في التزديد من الخارج فأنا مش عايز أديهم أي مساحات مش عايز أديهم مساحات للانطلاقات والسرعة عندهم شراسة هجومية غير طبيعية كابتن عندهم سرعة لما بياخدوا الكورة دايما الجناحات بسرعة مش طبيعية اللعيبة بتقطعها الثامنة عشر إيجابيين جدا أنت بتكلم فرقة لا تعتمد على الاستحواز يعني لما نشوف مظامبك استحواز 2% وهم 48% ما تشغل نفس الكلام 50-50 فأنت بتتكلم في فرقة لا تلعب على الاستحواز وإنما بتلعب على الكورة المباشرة بتعتمد على التزديد من الخارج بتعتمد على السرعة وإنهاء الهجمات ده اللي احنا نشوف دلوقتي ممكن نبدأ حتى أول حاجة به التزديدات اللي من الخارج اللي احنا شفناها متخب كافردي سدد خلال مباراة موزنبيك 15 كورة وخلال مباراة غانا 15 كورة برضو ولكن يعني الحسن حز حرس مظامبك جات في العرض أنا بص كده على الحالة اللي بعدها دي بقى دي كورة الجول بص من بعيد جدا الراجل داخل بوش رجله بيحطه كورة حرس مظامبك غالبا ما شافش الكورة من الشمس فصد الكورة ودخل بيها في المر ما تعالى بص الحالة اللي بعدها على طول دي بتتكلم فين بقى في ديها كام في ديها 69 ده كورة الهدف الثالث تصويبة قوية جدا في الكلشو ده بيلعب في الكلشو بالضبط كورة كورة قوية جدا بتتكلم في الكلشو بتتكلم بيبي في ريفا كانوا في اسبانيا بتتكلم في الكلشو تلعب في مستقاعد في طوب ليفل في أوروبا يعني فدي كورة الهدف الثالث مرات مرات ما بص الكورة دي في ديها 17 أسات غانا الكورة دي انطلق فيها الجناح اليميل اداها لغالبا كابرال شطها من لمسة واحدة على طول جون صدها الرجل رجع وكمل الهدف الأول أمام هي خطورة بي بي كمان مش إنه سابت في التمنتاشر يا محمد بي 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 يتلقى بي يتجعله ورا كتير قوي يبدأ من ورا كتير قوي لو سريع الحركة بمعينه قبير في السن بس سريع الحركة هو بيترجط دايما إنه هو يشوت في أحسن وضايات نشوف بقى الحالات اللي بعدها أنت بتتكلم فيه الانطلاقات والسرعة اللي عند منتخب كافر دي يا كابتل لما بيسترموا الكورة من على الأجناب بتلاقي سواريخ من على الجنحات بص هنا الرعب ده هو بص الرجل البكرية اللي جاي من وراه فرنانديز بالزبط هو سلم له الكورة بص أطع من وسط اللعيبة عدى من وسط 3 لعيبة وجري وكمل بكورة دي كورة اللي اداها لكابرال اللي سدت فيها الكورة من لامس واحدة اللي بي بيها ولا شاطها صح؟ بي بي شاطها يبا هو الكورة اللي سلمت بي بي لها كورة الهدف بص الكورة دي بقى إنت تخيل الكورة دي هتروح فين يعني قبل ما ننقل كرة الكادر تخيل الكورة دي ممكن تروح فين الكورة دي هتروح للراجل رقم 7 كبرال اللي موجود داخل الشمال بص يلعب الكورة الطويلة كده يلا نمشي الكادر بص الكورة ملعوبة في ظهر الدفاع لعيبة غانا كلها مستغربة أصلا الكورة ملعوبة في الناحة دي تاني كتمها على دول كبس ودخل على طول على المرمى ولكن في نهاية ما كملتش بص الكورة دي الراجل ده بيعد من وسط 2 مدافعين عندهم سكرة غريبة جدا 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 في المروم المدافعين دا وما فيش كبري في السنة ديها 83 وهو رايح على غانا آخر عشر دقيق غانا على فكرة شايتة كورة واحدة متارجت في الماتش دا التانيين مشايتين 15 منهم كمانية تا بضبط عايزة ولكن هم ماخدوش إلا كورنر واحد في المبارات دي وكورنرين في المبارات موزنبيك منتخب كابفردي هو دا والاستحواز هو مستغنى على الاستحواز دي بقى النقطة اللي مهمة جدا برضو عندهم هي نقطة الضغط العيبة دي عندها برغم الكبر السنة بتاعهم ولكن اليوم بيضغطوا يعني أجزاء كترة جدا ملعب بص الكورة دي احنا كده كده أكبر حكاية كده أكبر يعني وعندنا بص ملعب ما بيضغطش دي كورة دي في الديوة الرابعة الراجل ضغط وسلم الكورة بس في نهاية دي ما اترجمتش الجول الحارس وصدها تعالى للكورة اللي بعدها بص الكورة دي الراجل بيستلم الكورة ومش شايف الراجل اللي جاي من ظهره جاي من ظهره دبعين جدا ولكن قدر انه هو يضغط الراجل دي لسه بيستلم وبيفكر خب منه كورة ويسجل ملع الهدف التاني اللي كان في فردي في المبارات موزنبيك فاته بتتكلم وصد فرقة بتضغط وصد فرقة عندها صرعات وشراسة هجومية وصد فرقة عندها تزديدات قوية جدا على المرمى طب ما عندهمش أي عيوب عندهم عيوب وهي الكورات العرضية يعني لو لقنا أهم ما يميزهم على فكرة يعني من المميزات اللي لهم هي الكورات العرضية ولكن هي أيضا من قدر من سلبيات العرض بالضبط بص الكورة دي انت بتتكلم في الراجل المفروض ان هو قاطع جنبه ولكن هو ما شافوش ولعب الكورة بس ما سدتهاش بشكل كويس ومن ناسبه الجوم برضو هنستعرض دلوقتي هتلاقي جول برضو جي من كورة عرضية دي كورة الراجل بيعمل أوفرلاب أو بيعدي من تحته وعمل الكورة العرضية الحارس صدها لا الكورة الأول خبطت في المهاجم وخبطت في الآي وبعدها رجعت مرة تاني المناسبة الكورة دي جاب جول مستوى اللعابة اللي في خط الدفاع عندهم أصلا يعني كمحترفين في دوريات أقل بكتير من نصه لجوم صحيح عندك في الدور السلوفاكي وفي دبي وفي البطائح وفي سن خسيل أمريكي فأقل شوية من اللعابة التانية اللعابة تانية في كلشي وفي هولندا وفي أسبانيا بلعب فعندهم كان ايدي كورة الجول بص كتاب تتكلم في خمسة لعيبة بصت مثلا ستة أو سبعة لعيبة لكاف فردي ولكن الرجل بيطلع من نصطهم بيحطوا الكورة براسه بص يعني مستحيل جدا من الرجل يطلع شايفين عب مينة أو مصطفى محمد هي دي كورة لازم أنت تخطف الفرقة دي في كورة سابتة من خلال محمد عب ماني مع أحمد حجازي أو مصطفى محمد لازم ولازم النقطة التانية أنه أنت ما تدلهمش أي مساعدي كورة عرضية بص الرجل هتلاقيه بيقطع لغاية دول 18 اللعبة كورة العرضية هم ترتيبهم على فكرة أو تنظيمهم الدفاعي يعني بص لأ أرجع معلش يا سمير اللي فاتت بس الكورة أيها دي بص الفرق ما بين الاثنين الستوبر زد دي بزبط لو المواجد دي جاي في النصف لو اللوبيد ده جاي هو واقف صاحب حيث أنه ممكن يعمله الباك باس بزبط لا لو أقدم شوية وفضل في ضه لو حد كان قاطع هنا على القريبة كان خلص يعني هو لعبها غلط 23 بتاع غانا ده لعبها غلط هو يلعبها باك باس لجوردان أيو لجوردان أيو تحت لجوردان أيو تحت ياما يلعبها له بس يعني بالراحة شوية بالزبط فإيا المشكلة اللي عندهم التمركز اللي فيه عندهم مشاكل الكورة العرضية عندهم مشاكل لازم نستغل بكورة عرضية من خلال أحمد حجازي أو عبد المعيم أو صفحة محمد ولازم الثلاثة بتوصل ملعب بتاعنا مرون أعطيها حمد فتحي وإمام عشور لأننا ده لازم يعني احنا بنتكلم في الصحة في النهاية ولكن لمجدي في هذه النقطة إنه يلعب تريزيجي مع 2-6 بس عندك مشكلة كابتل لو ما قابلتهمش من بره 18 هتلاقي تزداد عليك كتير جدا أنا تلعب حلعب 2-6 2-6 لو لعبت إمام متأخر شوية يعني مش 6-6 ولا حمد ومروان ولا حمد ومروان وتبدأ بإمام برة ولا حمد ومروان وتبدأ بإمام طاير هي مشكلة بس يا كابتل الفكرة العموما أنت تهاجم بربعة أنا أعيز أهاجم بربعة طريقة هو بيهاجم بسرعة كمان مش بره وتخسر زيزو أو مصطفى فتحي يتقعد زيزو مصطفى فتحي أنا أعيز زيزو في الموتش ده فعلا زيزو ومر كمال أنا أحس أن الجبهة دي إن شاء الله يعني لو لعبه فعلا بترتيب ينزيزو ومر كمال أنا شايف الجبهة دي يجي منها كتير نتمنى أننا هنشوف بكرة هذه المباراة نتمنى يا رب كون التوفيير ومنتخابنا الوطني